موسيقى 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 على الربابة بغني عاشق ومعدي وإيه هكون جنب عشاق يا مصر وانا على الربابة بغني وانت اللي ما بتنسي شيء سلوا نموا عالترابد فداك يا مصر حلوة بلادي السمرة بلادي الحرة بلادي صبرة بلادي أغاني حرب أكتوبر تعتبر جزء مهم من التراث الوطني المصري إنها بتعبر عن الانتصار الكبير اللي حققته الكوات المسلحة المصرية في حرب أكتوبر 1973 وطبعا الحرب دي كانت ضد إسرائيل الأغاني دي بتحمل معاني وطنية عميقة وتقريبا كده إحنا بنحب إن إحنا نسمعها في كل مرة كل يوم 6 أكتوبر أو أول ما بيجي شهر أكتوبر أول ما بيهلي علينا شهر أكتوبر لازم نستخدم الأغاني دي علشان نحتفل بالنصر والنهاردة في الزكرة الحلوة دي منورانا المطربة الجميلة خلود محمد عشان نسمع ونستمتع معاها بأجمل الأغاني أهلاً وسهلاً بك يا خلود منوراني وأحلى بداية لفقرة جميلة بوجودك معايا أهلاً بك خلود أنا في الأول خلاص عايز أعرف منك كده رأيك يعني ليه الأغاني الوطنية اللي تعاملت وقت الحرب لسه عايشة معانا وموجودة في جداننا لحد دلوقتي وكل الناس بتحفظها مهما كان عمره هو أنا من رأيي أن الأغاني الأزيمة بالذات في الفترة بتاعت حرب أكتوبر كانت سبتة في قلوب كل الناس علشان كانت مرتبطة بنصر الشعب فدايماً هتلاقي كل الناس بتغنيها وليها ذكرى سبتة جوه قلوبنا مهما كان فيه أغاني قبلها أو بعدها وطنية طبعاً كل الأغاني بتكون متقدية بحبه وفخر وبنحس إن احنا يعني بانتماء للبلد بس أغاني حرب أكتوبر ليها علامة سبتة أكتر علشان بهجتها بنصرها فبتلاقيها معلمة في قلوب الناس أكتر طيب بتشوفي الأغاني الوطنية الجديدة على نفس المستوى أو نفس القدر بتاع الأغاني الوطنية الأزيمة اللي احنا حفظينها كلها بسي زي ما قلتلك هو الأغاني الأزيمة أو الأغاني الجديدة كلها الوطنية كل حاجة لها زمنها وسببها يعني مفيش حاجة فيهم بتتغير الحاجة يعني ممكن يتغير الزمن يتغير السبب بس الحاجة الأساسية اللي موجودة بتتغير شو هو حب الشعب للوطن وهتلاقي دايما كل الأغاني طالعوا بنفس الهدف اللي هو الانتماء فخر الناس وهي بتغني حبهم للبلد فكل حاجة مختلفة عن التاني يعني هتلاقي الأغاني الأزيمة مختلفة عن الجديدة بسبب الأسباب بتاعتها بسبب ظهورها بس مين أكتر صوت بتحب تسمعي وهو بيغني أغاني وطنية أو هي بتغني أغاني وطنية قديم ولا جديد أنا بقولتلك أكتر صوت قديم أو جديد بصي والله كتير يعني كل فنان ليه إحساسه لونه المختلف بس فيه كتير يعني مثلا أنا نقول شداء وردة شيرين عبد الحليم في ناس كتير قوي قارت أغنية وطنية بتعلم في القلب شيرين فعلاً كمان من أجمل الناس الحاليين اللي بتغنت للوطن وكان صوتها جميل ومعبر قوي قوي عن الحالة اللي دايماً بتغنيها لمصر طيب إحنا جئنا سيرة الجميلة شديد سمعين يا حبيبتي يا مصر يلا نسمعين يا حبيبتي يا مصر لا يرى لي الأمل في عيون الولاد وصبايا البلد ولا شاف العمل سهران في البلد ولا عزمة ولاد ولا شاف النيل في أحضان الشجر ولا سماء مواويل في ليالي الأمر أصله معداش على مصر أصله معداش على مصر يا حبيبتي يا مصر يا مصر يا حبيبتي يا مصر يا مصر يا حبيبتي يا مصر يا مصر ثانية واحدة الله حلوة جدا جدا صوتك بحسه بيحب قوي التيمة الأديمة الهدية اللي فيها مشاعر أكتر فيها إحساس أكتر ده بيخليك تنجذب للأديم أو تحب تغني أديم أكتر بصيها وأنا بصراحة بغني كل الألوان في كل الأزمانة بس طبعا الفن الأديم فن أصيل زي ما بيقولوا فنتعلم منه وفيه مشاعر مختلفة فبحب فعلا أغني شوية للأغاني الأزيم بميل ليها أكتر علشان فيها أحساس بيكون في الأغاني طاغي جدا على اللحنة مثلا يعني عندنا الأستاذ بريق حمدي طبعا مفيش لحنة مثلا أستاذ عبدالوهاب يعني فيه ألحان كده كلها حب ودفع فما تكررتش ملهاش نسيل ومن عظمتها ما تسمعيها دلوقتي تحسي اللحن ده معمول مبارح فعلا ذي حقولها يا مصري هو أنا من وجهة نظري هي الفكرة بس أن دلوقتي الأغاني الجديدة فيه وسائل كتير دلوقتي يعني حاليا بتساعد الناس أكتر أن هما يوصلوا لجمهور يعني الأول زمان ما كانش عندهم كل الفرص دي فيمكن فكرة الوصول زمان كانت أصعب مع ذلك برضو هما معلمين فينا لحد النهاردة فعلا ذي حقيقة بس دلوقتي فكرة الوصول للجمهور بقت أسهل بالسوشيل ميديا بالنت بالإعلانات بكل وسائل السوشيل ميديا بس يمكن أغاني زمان برضو ترساخت أكتر والناس حفظتها أكتر وأكتر لأنه النقطة اللي انتي تقوليها دي الوسائل بقت كتيرة زمان الوسائل هما كانوا اتنين بس التلفزيون والراديو والراديو كان بيعتمد عليه أكتر بكتير لأن كل البيوت كان فيها راديو أكتر من التلفزيون والراديو بيزيع الأغاني بشكل مستمر فكل الناس بتسمع نفس الحاجة في نفس التوقيت فيمكن عشان كده تغلغلت في وجدانهم أكتر وتورست لين احنا كمان وحتى الإعادات الكتيرة دي احنا كمان كنا بنسمع مع أهلين الراديو فترساخت جوانا أكتر يعني فدي عملت لنا كمان ثقافة سامعية مظبوط طيب عايز تعرف عليك أكتر يا خلو مين اللي حبيبك سلغونا لصوصك الجميل طيب عايز تعرف عليك والله يبصي هو يعني أنا بغني من صغري من وانا فكيجي فأهلي هم اللي اكتشفوا الموضوع يعني اللي هو كانوا يعودوا دلوقتي بيحكوا لي يعني مثلا يلقوني مثلا فيه أغنية شغالة فبسمعها بحاول أقلدها وطبعا لما اكتشفوا الموضوع بدأوا بقى يتورو فيها رحت أوبرا كلية تربية موسيقية كنت بتعلم وانا صغيرة بس بدأت بقى خلاص الموضوع بقى حب مشاعر المشاعر اللي وحدها بتخليني في أي وقت لا هو المزيكة ده الهروب بتاعي بتعملي كمان دلوقتي أغاني وبتنزليه على السوشيال ميديا يعني زي كافر كده للأغاني المعروفة شايف تأثير السوشيال ميديا على مشوارك انت الشخص الفني طبعا عامل ازاي؟ قد إيه السوشيال ميديا سعادتك إن الناس تعرفك أكتر وتحبك أكتر وأسرع كمان بصراحة هي السوشيال ميديا يعني عامل كبير جدا في إن احنا نوصل للجمهور بشكل أسرع ونعلم فيهم طبعا إن احنا نعلم فيهم دي أنا بشتغل كتير إن أنا أكون موجودة طول الوقت وإن أنا غني من قلبي بإحساسي علشان أوصل لقلوبهم سعادتني في إن أنا أعرف أوصل شوية دلوقتي عندي شوية جمهور صغير لسه محتاجة ناس كتير قوي تسمعني بيكون عندي جمهور أكبر من كده بالقرار كان سهل ولا عادت فكاري في حبة تبدأي تعملي كابرز بتنزليها على السوشيال ميديا بصراحة كان صعب شوية علشان كنت حاسة إن أنا لازم أطلع بيرفكت يعني منفعش أغلط حاسة إن أنا طب إزاي أخليهم يحبوني طب هغني إيه طب مش كل الناس بتحب نفس الجنر بتاع المزيكة في ناس بتحب الأغاني الفريحي الأغاني الحزينة فكان عندي شوية في الأول قلق إن هم هيتقبلوني ولا لا بس خدت الخطوة وبدأت بقى ألاقي فعلا في تفاعل ودلوقتي في ناس تطلب مني أغاني وبتحاول أعملها حلو لا كده أمي خلاص ده هم بيطلبوا منك أنا مش هطلب أنا هسيبك تغني اللي إنتي عايزة طب نغني أغنية لشرين ياريت يلا يلا بينا بلدنا ما نفدنا نعليها مدام عيشين نعيش فيها سنين وسنين وإحنا متامنين ما شربتش مني لها طب جربت تغني لها جربت في عزمة تحزن تمشي في شوارعها وتشكلها ما شمتش في ضحيها طيب ما كدرتش فيها ولا ليك سورة قرم لها كانت عشت في موانين جرب جواك تلقاها تلقا الصحبة وهي يلقاها عشرة بلدي بتبقاها نسينها علبة الموسة يمكن ناسي إنك فيها مش وحشك ولا غيبت عليها بس اللي مجرب وفرقها قل في الدنيا ما فيش بعديها اللي جاي طوي ليه شوية بقى لو سمحتي لأ حلوة جدا جدا طبعا حاليا بتحبي تسمع مين؟ يعني إحنا اتكلمنا عن المطربين القدامة وليلي دلوقتي بتحبي تسمع مين؟ مين بتحس إن فما تعمليلي كاور هتبقي عارفة تقربي من الحالة بتاعته ومن صوته إحساسكم شبهة وعضة؟ راجل أو ستة على فكرة عشان يعني بس إن بقى إيه فاتحيني الموضوع شوية هو لو هقول أنا بسمع فبسمع بصراحة بسمع حاجات كتير مختلفة وبسمع كل الناس بس لو زي ما بتوصفي مين بحس إحساسه قريب مني شوية أو الناس بتشبهني شوية بنفس الإحساس طبعا أتمنى بقى زيها أكيد أنغام طبعا عشان بحس دايما في غنيها هي بتدخل في حالة هي بجد غنيها كلها حالات يعني بحس كده في حالة هي بتدخل فيها كأنها عايشة الموضوع صحة فحتى اللي مش حاسس الحاجة اللي هي بتقولها من أداءها بيحس نفس الموضوع يعني بيحس إن هو بيمر بنفس الأغنية نفس الكلام اللي فيها خطواتك اللي دايما بتعمليها علشان دايما تطوري من نفسك تطوري من أدائك تطوري من كل حاجة فيكي إيه اللي بتعمليه إيه الخطوات اللي بتتبعيها دايما؟ بتمرن كتير بحاول على قد ما أقدر ما بطلش غنى تقدري تبطلي غنى أصلا؟ لا طبعا تبطليش ساعة أنا متأكدة بس أحيانا ضغط الشغل يعني بيكون فيه أحيانا أثبات بتخلي الواحد مش قادر يعني صوته مش طالعا أحيانا بيحسن كي طبعا أكيد مع كل الناس بس هي الفكرة في إن أنت تتغلبي من دا أو زي ما قلت لك من شوية إن خلاص يبقى هو دا المخرج بتاع الحياة فعشان تفضلي جواء خلاص أنا متضايقة عندي شغلة عبانة ففين ههرب إزاي؟ يلا نغني بس أنا شايفة في القايمة غني حلوة قوي أنت يا محضروها يمسا يعني يا حباب مصر علاية تونسية ويا أغلى اسم في الوجود لا أسلم يا مصر لا أبس يعني عايزة تقول لنا إيه عشان أنا بصراحة بحب تقول لنا يلا نقول لـ مطلوب من كل وطني عالية؟ لا الله بينا مطلوب من كل وطني من كل وطني مطلوب من كل مصري من كل مصري من كل أب من كل أم من كل أخ من كل أخت ما نقولش إيه هدتنا مصر ونقولها نبدي إيه لمصر ما نقولش إيه هدتنا مصر ونقولها نبدي إيه لمصر يا حبايب مصر مصر يا حبايب مصر حبايبنا الله يا خلوط على الجمال بجابة صوتك هلو قوي شكرا مش راسي بالورق وسقفوا أرجع تاني هل سنة تساعدني في موضوع التسقييف ده وهمين الأغاني الجميلة قوي اللي اتعاملت في حب مصر الحقيقي طبعاً تحقيق وبرضو الناس حافظها وحباها جداً جداً بتتنسيش بصي عايزة أتكلم معاكي في أنه بصي أنا دفت دعاء حلمي نقض الفنية قبلك على طول فقرة القبلك كانت معايا كنت نتكلم عن الإنتاج الفني في وقت الحرب والإنتاج الفني دلوقتي زمان كانت الإمكانيات يمكن مش قوية قوي زي دلوقتي ولكن كان فيه غزارة في الإنتاج والحاجات كانت أنجح وعاشت فترات طويلة جداً جداً والحاجات كانت أعمق كمان حتى ودلوقتي الموضوع مختلف الإنتاج غزير وفيه إمكانيات كتير وكل حاجة بس يعني تحس الحاجة مش بنفس التقلق أو مش بتأثر في الناس زي ما الحاجات بتاعت زمان قصرت في الناس شايفت عشان الناس زمان عصرة فترة الحرب وقبلها طبعاً بقى الحرب اللي استنزافوا قبلهم النكسة ولا عشان إيه؟ إيه اللي فارق؟ ولا الناس كانت رأي أو كلمة عندها حالوة؟ دي حقيقة دي أول حاجة وطاني حاجة كمان رتم الحياة مختلف يعني رتم الحياة يعني ممكن دلوقتي يكون فيه عمل أتعمل بس احنا انا مثلا مش شايفة او انا او كذا حد مش شايفينه عشان مثلا رتم الحياة بقى سريع سريع جدا بس زمان كان الحياة كانت زي ما قلت كانت اروع والحاجات برضو الوسائل كانت عندهم صغيرة فالحاجة اللي خلاص كانوا عارفين الساعة كذا احنا مستمعين حفلة فلان او مثلا هنسمع دلوقتي الراديو فيه كذا هيشتغل التفيزون لما هيشتغل كان بموعيد اعطاك الزيان فكان فيه تأثير شوية بسبب ان هم حياتهم كانت اروع يمكن كان رتم الحياة عندهم ابطأ شوية كمان من دلوقتي بس ده برضو ما يمنعش ان فيه اعمال دلوقتي برضو بتتعامل بتأثر في الناس كتير بتقول لها وبشغلها يعني انا متفق معاك جدا وسؤال انا سألته برضو في الفقرة اللي فاتت لانا السؤال ده هيجنيني والله عايزة عايزة اجابة وغالبا انا هسأله للفنان حسين الجسم شخصيا اوكي اشمعنا حسين الجسم لما بيغني اغنية وطنية لمصر تخش القلب على طول تتحفز وتفضل موجودة بالسنين وممكن فنانين كتير مصريين يعملوا اغاني وطنية وحلوة وجميلة وكل حاجة بجد ولكن ما بتأثرش التأثير اللي بيأثره حسين الجسم عندك وجهة نظر في ده حسين سألت دعيفة يعني ايه؟ مش هقدر اقول غير احساسه بصراحة احساسه احساسه ومصدقيته في اللي هو بيقوله يعني هو حاسس جدا هو بيقول ايه فمتهيألي يعني برضو اكيد مش متأكدة بس يعني ده عطاقت سبب كبير ان هو بيغني حقيه من قلبه لما حد بيغني من قلبه بتحسي المشاعر اللي انا ببقى حاسة بيها يعني انا لو حاسة حاجة انتي هتحسيها لو قادر انا لو انا حقيه مصدقها هتوصل لك ده حقيقي هو ده مش معناه على فكرة ان المطربين المصريين بيعملوا اغاني مش متصدق لا خالص ايه طبعا اكيد فيه مطربين مصريين عزام موجودين دلوقتي وكل حاجة وعملين اغاني وطنية رائعة احنا عندنا هاني شاكر طبعا امير الغناء العربي عندنا محمد ساروى طبعا الفنانة العظيمة عندنا الجميل جدا جدا عليه الحجار عندنا متحط صالح هتلاقي كل حد فيهم بيغني بطريقته المختلفة وبإحساسه وبيوصل بطريقة مختلفة يمكن عشان فنان حسين الجسم عمل اغنية قريبة للشباب اكتر وموجبة للعصر اكتر عشان هو اللي بيعمل حاجات ريسنت او حاجات قريبة دلوقتي ممكن برضو مش هفظله حاجة طيب هو غنى يا اغلى اسمه في الوجود اه تفوت عليك المحن ويمر بيك الزمان يلا بيمه اه جميل تفوت عليك المحن ويمر بيك الزمان وانت اغلى وطن وانت اعلى مكان ومهما كان انت مصر وكل خطوة بنصر نعيش لمصر ونموت لمصر مصر مصر تحيا مصر كلك شهامة وكرامة يا رايا فوق كل رايا كلك شهامة وكرامة يا رايا فوق كل رايا انت الحبيبك سلامة وانت العدوك شهامة ومهما كان انت مصر وكل خطوة بنصر ومهما كان انت مصر وكل خطوة بنصر نعيش لمصر ونموت لمصر مصر مصر تحيا مصر تقف معيك يا مروس الليوة جدا 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 اه اه بقاليك برضو حاجات الفنان حسين الجسمي حاجات لذيذة ودماء خفيفة وبردو يعني زي بشرة خير مثلا يعني دي لذيذة قوي وفي رمضان في مصر حاجة تانية لا هو حابب مصر جدا جدا ويمكن ده اللي مخلينا ان احنا بنرتبط بأغانيه ان احنا عارفين ان هو مش مصري وقد ايه بيحب مصر وقد ايه مصر غالي عليه عشان كده هو غالي علينا وعلى قلبنا كمصريين منحبه منحبه في بلدنا ومنحبه فينا عشان كده احنا بنحبه قوي ولكن طبعا كل التقدير والاحترام والحب الكبير لكل فناننا المصريين العظماء اللي اسروا الفن المصري شو فيه من اول بداية لتاريخ الحد دلوقتي ودايما مصر وليده بالفنانين الجمال انتي بقى بتحلامي توصلي لايه نفسك في ايه الحاجات كتير بقى وحس ان الناس تستغربك فيها بس انتي عارفة ان انتي هتنجح فيها مثلا حاجات كتير والله بجد بس يعني ممكن معاك يا اديهم حاجة حاجة يلا ممكن نقول مسلا بنفسي ان شاء الله اغني على مصرح كبير بجمهور كبير ويكون طبعا يعني عند حسن ظنهم وانا بحاول دايما نعمل عليا زي ما قلت لك فان انا اوصل هنايا باحساسي بشكلي انا وانا بسمع كتير بسمع اغني كتير قوي مختلف عشان خاطر حتى اتعلم وزيد خبرة طبعا من كل الفنانين زي ما قلت من بداية التاريخ لحد النهارة بس وان شاء الله كده يعني انا بعمل العليا والباقي ان شاء الله جاي من عند ربنا بإذن الله ان شاء الله ان شاء الله في حقيقة اكتر من اللي بتتمنيه كمان ايه اكتر كافر عملتيه غنتيه وقدمتيه على صفحتك والناس تفعلت معي وحبوه قوي قوي منك؟ كثير بس اللي مش هادر اقول عملنا أغنية لحمد سعد اسمانها هي عادية وكده طبعا يا قلبي عملنا حاجات كتير والله والحمد لله كلهم بيكون عليهم تفاعل ممكن يكون مختلف بس بيأثروا في ناس كتير أنا عايزة تخرجي من بحر الأحزان ده بقى وتنقص السعادة شوية الله يخليتك إن شاء الله نروحي على البول بقى بتاع السعادة الأحزان بحرها كبير واسعة يعني شوية السعادة صغرنانية بيبقوا في بول صغير كده هي بس الفكرة الأغاني اللي بتبقى رتماها هذي يعني ممكن تبقى رومانسية أو حزينة بنعرف نوصل فيها أحساسنا أكتر يعني غير الأغاني اللي رتماها سريع شوية بتبقى أغاني المناظبة معينة أو فرحتها مش بتبين مش بتبين قوة الحاجة اللي أنت عايزة تقوليها أو المشاعر اللي مطفونة جوة فعلا بس فعشان كده يعني بميل أكتر للأغاني رتماها هذي يعني مش شرط تكون حزينة أو حب بس الناس بتتفاعل مع الحزينة أكتر تحب الحزينة أكتر ممكن ممكن يعني كل واحد أكيد طبعا عنده يعني مشاكل خاصة فيه عنده همه أو عنده همه ويجمع كاملة على بعضها فكل واحد قصدي بيكون عنده سبب معين يخليه وفيه مثلا أغاني بتحس فيها هتفل كل حاجة أغانية مثلا زي مثلا أغانية كده لقلبي بتاعت شرينة أو ممكن أسمعها حسها مثلا على حد خسرته أو ممكن مثلا أحسها على واحدة صاحبتي حد يعني ممكن أحس إن أنا مثلا واحدة سابت حبيبة يعني ممكن الأغانية تتفهم بكذا شكل لكل واحد بيأخوذها حسب اللي هو حسه بس أنا معيك يا اللهي في الموضوع ده بس بطلت خالص بأسمع أنا كان بقى خالص أوه يا دنيا بيخلني عيط وقت تبخيني عشرة تخلي بيك أوه مثلا أونيزي كان كان ياما كان بتاعتبهاء سلطان دي نست مثلا الحبيبة اللي مش أنا يعني بفتكر وليت يا الله يرحمها لا بتقطعني الأماكن كلها بتقطعني لا مش عايزة مش عايزة أسمع الحاجات اللي بتقطع دي أنا سعيدة جدا جدا أن أنت كنتي معايا النهاردة حيإحتفال جميل بوجودك وبصوتك مشكرك جدا وبتمنى لك كل السعادة والنجاح في الفترة اللي جاية حققية أكتر من اللي بتتمنيه كمان ومش أختم على صوتي أنا أختم على صوتك أنت أسلم على الناس بس قلهم كل سنة وإنتم طيبين دايما مصر بلد الأمن والأمان ربنا يحفظ مصر دايما يا رب دايما انت نعمين بأمانها ويحفظ جيش مصر اللي بيحافظ على مصر واللي بيضحي بروحه علشان خاطر مصر كل سنة وإنتم أسعد ودايما يا رب نصر أكتوبر بنحتفل بيه واحنا سعداء ومؤمنين إن شاء الله شكركوا شكرا جزيلا إن شاء الله تابعونا في حلقات جاية كتير على شاشة اي تي سي وهسيبكم مع صوت خلود شكرا جزيلا إن شاء الله شكرا جزيلا إن شاء الله شكرا جزيلا إن شاء الله أتقيها بفؤادي واسلمي في كل حين للعلاق ابناء مصري للعلاق وبمصر شرف المستقبلة وبجارتك أستك يا را 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 أنا في الأيصر قلبه الفؤاد وبلادي هي لي قلب اليمي لك يا نصر السلامة وسلامة يا بلادي إن رمان ضهر وسهامة أتقيها بفؤادي واسلمي في كل حين